على الرغم من الكثافة السكانية والمقاومة التي يبديها تنظيم داعش في عرقلة تقدم القوات الأمنية في أحياء الجانب الأيمن من الموصل فإن تلك القوات تمكنت من استعادة قرية حليلة غربي المدينة بعد تدمير أكثر من عشر عجلات ملغمة دفع بها التنظيم لإعاقة تقدم القطاعات العسكرية وبحسب مصادر عسكرية فقد تمكنت قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة من استعادة بناية شركة التجهيزة الزراعية ومحطة إسالة حليلة وبناية شركة ما بين النهرين إلى لافتة إلى أن الجود الهندسي تمكن من تفكيك 72 عبوة ناسفة كانت مزروعة في الأراضي الزراعية قرب قرية عين طلاوي غربة العفر